ديربي دابا كيجي والويداد الراجع عندهم أزمة نتائج واشا غادي يكونوا استفادوا من هذه الفترة للتوقف الدولي كانت هم أسكارات تدريبية بنسبة لهم بجوج الراجع بقاف الأكاديمية دياله في بوسكورا الويداد ميشيل بن سليمان لتقريباً واحد لمدة ديالستيام ولعب جوج ديال المباراة تود ديال مع المغرب فاسي ورجع ابن يملال وفاس فيهم بجوج بربعة لواحد وجوج واحد ولكن الراجع للويداد بجوج داروا تحضيرات ديالهم في غياب مجموعة من لاعبين وبنسبة للويداد كان افتقاد ديال مجموعة من رقعز أساسية لأن توقف الدولي يعني منادت على لاعبين إلى المنتخبات الوطنية الويداد افتقد طيلة فترة الإعداد لمباراة الديربي اللاعب جمال حركاس اللي كان مع المنتخبه وطني مغربي وشارك معاه في مباراته للقابون ولسوته كأساسي كان غياب ديال رباعي المنتخب المحلي محمد موفيد ومهدي مبارك وإسماعيل مترجي وواليد ناسي اللي كانوا مع مدرب طريق سكيتيوي مع المنتخب المحلي وشاركوا في الدياتي كود ديوار هناك في أبيجون وكان لعب سيديبون عمار اللي كان مع المنتخب ديال موريطاني للأسف ما تمكتش أنه يتأهل اللاكان وكان في حاجة إلى نقطة واحدة فقط بش يمر وكانت أهلت بلاص بوتسوانا إلى النهائية برفقة مصرف هذه المجموعة يعني هذل اللعبة اللي كنقول للولد هم لاعبين أساسيين الراجا في الجهة المقابلة كل لاعبين اللي تم استدعاء ديالهم من المنتخبات الوطنية الحارس الاحتياطي من هذي حرار لاعب بوش عيب العراسي اللي ما كيكونش كرسمي دائما المهاجم الحسن الرحيمي اللي لا يعتبر عنصورا أساسيا في الراجا لاعب فديركو بيكورو ديغيني استيوائي اللي ما زال مخداش الرسمية مئة في مئة في الراجا ولعب محسن بودا هو الوحيد في هذو اللي ذكرت لعب أساسي في الراجا لعب موريطاني محسن بودا يعني الويداد افتقد في مرحلة التحضير إلى عدد مهم من الركائز الأساسية دياله ومسترجعهم كاملين إلا نهار واحد قبل ديربي يعني شي لاعبين غاديدروا حصة واحدة فقط قبل مباراة ديال ديربي وكان نخص بالذكر لاعبونا عمار واللاعبين الرباعي اللي يجيين من متخبل محلي النتائج ديال الفريقين صراحة لا تبعت على الإطمئنان فريق الراجا مع مدريب دياله البرتوغالي ريكاردو سابينتو خمسة ديال المبارايات ولفوز كانت هزيمة في مباراة الأولى مع شباب السوالم بواحد السفر ومبعد جاءت واحد السيل سيلة ديال التعدولات المتتالية بسفر ريميتلي تعادل مع الجيش تعادل مع الماصد تعادل مع الكوديم وتعادل في مباراة أخيرة كذلك في تطوغان كلهم زيروا لزيروا يعني مع أسر بين طول الراجا سجلت هدف واحد في خمس مبارايات وما يحتشفه وزربعة تعادلات وهزيمة واحدة جمهورة الراجا يتمنى أن يكون هذين طلاقة وفي تاريخ مباراة ديربي مجد تحمل مرة يكون هذين طلاقة أفيد الويداد والراجا ويأتي لك الماشر للديربي ويأتي لك سلسلة نتائج الإيجابية التي تأتي من بعد المركز 11 عند فريق الراجا ب13 نقطة فقط بعيد بعشرة نقطة على الصدارة التي فيها تشبر كان ومتقدم ب6 نقطة فقط على مركز ما قبل الأخير الذي فيه المغرب تيطواني الويداد في المقابل في مركز الساديس ب15 نقطة يعني متفوق على الراجا بنقطتين فقط النتائج للويداد صراحة احتيا متباينة إلى حد بعيد ما كانت لقاش واحد سلسلة انتصارات متتالية مثلا داخل الميدان كان الويداد كان تعصر في المباراة الأولى دياله فازع لاتيطوان فازع لجديدة فازع لشبة محمدية ولكن خسر من بعد مع النهاتة بركان واكتفى بتعادل مع التحطانجة بجول جوج خارج الميدان انتصار واحد اللي كان هو على فتح الرباطي وباقي المباراة كان جوج الهزائم وجوج تعادلات والت من الصباح اخت رابيس اشتركوا في القناة